فليس الميزان فيما يحل ويحرم عمل الناس وإنما الميزان هو شريعة الله تعالى لأن الناس ليسوا هم الذين يحكمون على الشرع بل الشرع هو الذي يحكم على أفعال الناس إن الله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فليس الميزان فيما يحل ويحرم عمل الناس وإنما الميزان هو شريعة الله تعالى لأن الناس ليسوا هم الذين يحكمون على الشرع بل الشرع هو الذي يحكم على أفعال الناس وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها بعض الناس إذا أنكرت عليه أمرا محرما تجد أنه يقول الناس يفعلون كذا أو الناس يتعاملون بكذا فيحتج بأفعال الناس وهذا خطأ أولا أن الشرع هو الذي يحكم على أفعال الناس لا أن أفعال الناس هي الحاكمة وثانيا أنك يوم القيامة لن تسأل عن أفعال الناس ولن تكون أفعال الناس حجة لك أمام الله لأنك يوم القيامة ستسأل عما جاءت به الرسل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين إذا كان الأئمة إذا لا تجعل أفعال الناس عجة لك في مخالفة أمر الله فإنك مسؤول عن نفسك وعن عملك ولن ينفعك الناس